أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مع التحليل البيئي الوحدة الأولى الغلاف الجوي الأتموسفير ونواصل شرحنا لمكونات هذه الوحدة وكما شرحنا سالفا في المقاطع السابقة هناك ملوثات قزيوة حوالي عشر ملوثات وكل منها درسنا المصدر والمميز والأسر بكل منها هنا ملوثات أخرى أو مختلفة يصعب حصرها هنا وهي الملوثات المتصاعدة من العمليات الطبيعية والصناعية ولكن نأخذ كمثالين هنا مثال كيبريتيت الهايدروجين والفلوريد الهايدروجين هذه مثالين هنا ولها مصادر طبيعية ومصادر صناعية كيبريتيت الهايدروجين عن تحلل المواد المحتوية على الكيبريت ويعتبر هذا مصدر طبيعي بالنسبة لكيبريتيت الهايدروجين وهناك مصادر صناعية صناعات البترول والورق والمطاط وهذا يعتبر مصدر صناعي بالنسبة لكيبريتيت الهايدروجين بمميزات فلوريد الهايدروجين لو رائحة نفازة كيبريتها يضجل لو رائحة كريهة تشبه رائحة البيض الفاسد الاسار هنا كيبريتها يؤثر على حاسة الشاب وخاصة عندما يكون بتراكيز عالية جداً فلوريد الهايدروجين يؤثر على طبقة الأوزون يؤثر على طبقة الأوزون يزوف الماء مكونا حمض الهايدروفلوريك يتفاعل سانيكسيك الكربون مع بخار الماء ويتساغط على هيئة مطر حمضي هنا ذكرنا أن واحد من الآثار السالبة بالنسبة للملوثات الغازية هو الأمطار الحمضية ونطوب الأوزون نطوب الأوزون نطوب الأوزون ودرسناه من قبل وشفنا كيف مركبات الكربون تؤثر على نطوب الأوزون هنا نتناول الأمطار الحمضية ونأخذ حوالي ثلاثة أنواع من الملوثات الغازية فنجد أنه كربون ديوكسايد يتفاعل مع بخار الماء يعطي حمض الكربونيك حمض الكربونيك حمض الكربونيك وسانيكسيد الكبريت يتحد مع بخار الماء يعطي مطر حمضي وهو حمض الكبريتيك أول ما يتكون يعطي حمض الكبريتوز هذا حمض الكبريتوز وهنا يتحد مرة أخرى مع بخار الماء ويكون حمض الكبريتيك أيضا أكاسيد النيتروجين أكاسيد النيتروجين تفاعل مع بخار الماء وهو المطر الحمضي وهنا حمض النتريك وهنا نلاحظ ماذا أثار كيف هنا نلاحظ أثار هذه الملوسات الغازية وتكوين لي الأمطار الحمضية لسبب أثار صحية بالنسبة للإنسان والكائنات الحية الأخرى هنا نرى كيف تتكون الأمطار الحمضية كيف تتكون كيف تتكون شوف مصادر هنا في المصانع هذه المصانع يكون منها انبعازات بالنسبة للغازات التي ذكرناها قبل غليل في هذه ذكرناها قبل غليل بالنسبة لكاربون دايوكسايد والنيتروجين دايوكسايد والسلفر دايوكسايد كلها ذكرناها قبل وهنا المواصلات أيضا تنبعس منها هذه الغازات وهذه أكاسيد الغازات ملوسة وأيضا أنشطة في المنازل وأيضا إنتاج الكهرباء الشركات الكهرباء هنا تصعد إلى الأتمسفير وتحصل تفاعلات ضوئية أكسادة ضوئية وهذه تتحول الأكاسيد النيتروجين النيتروجين كما شفنا في الشريحة السابقة وأيضا سلفر دايوكسايد ساني أكسيد الكبريد إلى حمض الكبريديك إذا نزلت بشكل جاف ديبوزيت دراي ديبوزيشن بيتكون بشكل غازات أو بشكل بارتكوليس جزيئات أو حبيبات صغيرة وإذا نزلت بشكل ويت ديبوزيشن هو تكون أمطار حمضية أو بشكل سنو بشكل جليد وهو حمض الكبريديك وحمض النتريك وهذا ما لازم توضيحه بالنسبة للأنشطة بتاعة الإنسان التي يمكن أن تسبب تصاعد بالنسبة للغازات الملوسة وفي النهاية تنتهي بأمطار حمضية ترجمة نانسي قنقر